اشتركوا في القناة وإذا أعطاه نسبة مئة أوية يجد العدد ودك رح نفهم مع التطبيقات إذن هنا في هذا الدرس نركز على العملية الثلاثية لأن العملية الثلاثية هي مفتاح هذا الدرس يلي تعطيني الحل مثلا التطبيق يقول يعد مطعم 350 وجبة يوميا توجه 20% منها لملجأ اليتامة أسب عدد الوجبات الموجهة للملجأ إذن أنا نحوز التلميذ مطلوب أنه يجد الكل إذن يعني الكل هو 100% ما هو 100%؟ إذن 100% ما هو؟ هو 350 وجبة هو 350 وجبة لأنه يعد المطعم 350 وجبة يعني إذا أعدها 350 وجبة فقط أعدها 100% إذن توجه 20% للملجأ اليتامة إذن 20% أين أضعها هنا؟ أضعها تحت نسبة المئوية نفسها وتبقى لي هنا مجهول لي هو عدد الوجبات يعني أعدها تحت نسبة المجهول هنا وحدة تعو وجبة إذن العملية التي هي المساطحة هكذا هنا ضرب وهنا قسمة إذن وشان 24 في 350 إذن تولي لي 7000 7100 هنا ستولي لي 70 وجبة إذن توجه 70 وجبة إلى الملجأ اليتامة لو كان يطرح لي سؤال يقول لي ما هو عدد الوجبات المتبقية أو الباقية في المطعم نقص 350 من 70 ولو كان يقول لي ما هي النسبة المئوية للوجبات الباقية في المطعم نقص 100 من 20 يعني نقول له 8% مزعت المطعم و20% توجهت إلى ملجأ اليتامة ندب إلى التمرين واحد تمرين واحد على علبة عصير برتقال سجيلة ما يلي إذن أنا على علبة برتقال في الماء وفواكه المواد الحافظة وكل مادة أنت النسبة المئوية تحام إذن قال لي أوجد وزن كل مادة إذا علمتني العلبة 250 جرام إذن أنا قلت المطلب من التلميذ يحوس الكل أو مئة بالمئة ما هي المئة بالمئة اللي هنا إذن مئة بالمئة هي الكل ما هي إذن هي العلبة كاملة هي الكل العلبة كاملة تزيل 250 إذن المئة بالمئة هي 250 جرام إذن أنا نأخذ كل مادة نأخذ كل مادة على هذا إذن نبدأ بالماء 65% إذن 65% إذن فوقه دائماً الكل هو مئة بالمئة دائماً الكل هو مئة بالمئة هو مئة وخمسين أجرام بالنسبة للفوقه 30 إذن 30 بالمئة هكذا هنا مجهول تليدي عمليات هنا ضرب وهنا قسمة ونفسه بالنسبة لماوض حافظة إذن الكل يبقى نفسه مئة بالمئة هو مئتين وخمسين قرام وهنا خمسة بالمئة مجهول يعني نضرب خمسة في مئتين وخمسين ونقسمها على مئة بالنسبة للثمالين الثاني في مدرسة يوجد 360 تلمائة ثمت نسبة للبانات 45% من عدد تلاميذ أحسب عدد البانات إذن نبحث عن الكل الكل أو المئة بالمئة إذن نكتب نكتب مئة بالمئة هي الكل إذن كل في المدرسة هو 360 تلمائة يعني إذا حضروا 360 تلمائة للمدرسة نقول جاءون بنسبة 100% إذن 100% هي 360 تلمائة نسبة للبانات 45% إذن نحط النسبة المئوية حتى النسبة المئوية إذن 45% هنا راح نكون مجهول ونلقى عدد التلميذات إذن مش ندير نضرب 45 في 360 ونقسم نضرب 45 في 360 ونقسم على 100 إذن نجد عدد البانات 162 تلميذة تلميذة ما يقول لي أحسب عدد الدوكور إذن عدد الدوكور أنا عندي 360 تلميذة نقسم من هذه البانات 162 تلميذة سنجد عدد الدوكور الآن نفق تلميذة ونقس تلميذة 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 109 وتلميذة تلميذة ويعا تلميذة هو نسبة ما هي نسبة الدوكور. ما روش ندير انا نحسب اه اه انا مروش ندير انا بكن يقول لي مثلا انا سؤال ما هي نسبة الدوكور. ما روش انا ندير مئة بالمئة هي تلتمية وستين تلميذ. ندير انا مئة وتمية وتسعين تلميذ. قده النسبة المئة ويتحم. ما روش ندير اذا مباشرة عندي الكل هو مئة بالمئة وعندي نسبة اه 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 انا نقصة من خمسة وابعين بمئة نجد خمسة وخمسين بالمئة. وبعد اه اه بعد ان شاء الله نكمل اه تمانية ثلاثة والرابع والخامس. وشكرا.